بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الرياضة كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم كل سنة وانتوا بخير والأمة الإسلامية بل والأمة العربية كلها بخير وسلام نعتذر عن التأخير طبعا لأمور فنية في حلقة اليوم في الجزء الأول هنتكلم عن التغطية الإعلامية لبطولة العالم للجيوجيتسو رياضة الجيوجيتسو رياضة قطالية زيها زي الكاراتي والكونغوفو والتيكوندو أقيمت في القاهرة في مصرنا الحبيبة بحضور السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي نسأل الله له السلامة نروح لشوف التقرير ونرجع تالي معنا البشمهندس محمد غباشي رئيس مجلس قدارة شركة السفاب العقارية نتكلم عن تنظيم بطولة الجيوجيتسو السفتاشر بشمهندس محمد الله سهلا بحضرتك أهلا بي جمعا نتكلمني يا فهندس مع تنظيم النهاردة لا تنظيم أكثر من رائع وتنظيم الحمد لله موفق جدا وشايف سواعد مصر الحمد لله بتتنافس على بطولة بشكل كويس جدا سواعد مصر نفس الشريفة بعيدة عن التعصب احنا دايما بنشجحها ومنطلب كل الناس وكل الشركات الخاصة انها تساعد وتدعم الرياضيات الرياضة اللي من نوع جيوجيتسو اعادة جيوجيتسو طبعا رياضة من الرياضات النفس وهي معناها فن الليونة فن الليونة هي اصلا رياضة يابانية واحنا شايفين فيها ان شاء الله مصر تكون فيها ان شاء الله ونحقق نجاحات كويسة بإذن الله سيطة العقيد محمد شعراوي اهلا وسهلا بحضورك اهلا وسهلا بحضورك كلمنا عن اصدافة فيتكولوب بطولة الشيش والله الفندم احنا عندنا مؤسسة فيتكلاب عندي في مؤسسة فيتكلاب عندي اكاديميتين من اكبر اكاديميات المارشل ارض الموجودة في مصر انفايت اكاديمي و ساموراي اكاديمي احنا لما اسسنا البطولة ديت وعملناها احتوينا فيها حوالي 200 لعب من جنسات مختلفة وفرنا لهم كل الامكانيات المتاحة ليهم دعمناهم كل الدعم اللي مخطوب منهم دعناهم جواز مالية كتير كبقا طبعا للزرطات المختلفة احنا بنحاول رياضة الجوجيتسو ان احنا نتطورها في مصر نكون رائعين بها ان شاء الله تكبر وتكون من اكبر ردات القتلية الموجودة في مصر ان شاء الله انا عبش مانسي اسماعيل محمد عمر انا مسؤول الدعاية في شركة ماجيك انا احب اوجه شكر لشركة ماجيك لان الشركة بتسعى جاهدة في تنظيم البطولات ورياضة انها تظهر كل بطولة او كل رياضة بصورة شاملة او كاملة تقدر تقدمها للجمهور بحيث يعرفوا اكتر عن الرياضة بحيث ان فيقدر يشارك في رياضة معينة اولى والرياضة مجهولة جوه مصر يقدر يعرفها اكتر عن الرياضة ويقدر يتنمى فيها اكتر او يحترف بره مصر انا عبد الحميد كلمة اخيرة حضرتك توجهها لمن وتقولهم الله انا بوجه شكر كل افراد شركة ماجيك كل افراد الموعد الموعد الساموراي كل سبونسور اللي معنا كلهم كلهم طبعا نتعرف طبعا نتباش اقول اسمعهم بس كلهم طبعا كل اولاء الامور اللي جيهم وثقوا فينا عشان يخلي ولادهم معنا في البطولة فيه طبعا ناس كتيرة جدا في شكة ماجيك ناس كتيرة مجهولين جدا بس هما يعني اتمنى اقول اسمهم كلهم ان هما هذكر قوي تعبوا عشان يتلعوا الحدث الزاق في هذا الشرك شكرا لحدتك افراد شكرا جدا شكرا بشمال شكرا شكرا هالل بشبيشي كاتبة وناشرة صاحبك دار الهالة من نشر التوزيع دار الهالة هي جزء المركز الهالة الثقافي دار بتهتم بنشر الاعمال الادبية كافة لك العمال الادعية بشكل خاص سواء كانت كتب علمية روايات قصص قصيرة المركز الهالة الثقافي بيهتم بنشر الوعي الثقافي والوعي البيئي عموما مهتم جدا بكل ما يهتم فيه الشباب والمرأة والطفل كمان بشكل خاص في اطار التعاون مع ماجيك الحقيقة في شركة ماجيك انا سعيدة جدا بالشباب اللي بنوها او اللي بدأوها كيان جميل بحب واي حاجة بتكون بادية بحب انا يعني اتمنى وعلى يقين بإذن الله انها بتنجح الجيشاتسو كنت اتوقع او كان في اعتقاد انها لعبة قتالية ولعبة قتالية شقة جدا يعني فجأت ان فيها لا ده فيها عناصر نسائية وفيها اطوال وفيه مشاركات من جميع الاعمار وفيه فعلا واخدين بطولات عالمية ودولية من الاطفال 8 سنوات 12 سنة وهكذا من مصر ومن الامارات البطولة كانت الحقيقة تنفيذها حاجة مشرفة جدا ما تكونش اتوقع انها تطلع بالصورة دي بصراحة لانه فريق كان مش هو الان طبعا يا زي ما اقول بالبلد من خف سلم هم عشان كانوا خايفين فالحمد الله ربنا انا اجعل لهم والشوق مشاركة جدا يا راجعة مشاركة اللعبة زي ما اقول هي بتعتمل على على التفكير ازاي من الشخص الضعيف في الفنيا او الكذا ممكن يتفوق على ضغط الجثة يعني بشكل او باخر انا احب ادعم اي حاجة ممكن تفيد الانسان بشكل خاص والشباب بشكل عام يعني انا سعيدة بمشاركتي معاهم واتمنى ان شاء الله المزيد من المطلعات والمزيد من المجاحات انا سعيدت على حضراتكم معكم محمد سلام رباشي رئيس مجلس دارة شيكت سكول لاقارية شيكت سكول لاقارية بتقوم بتطوير وتقديم منتج سكني لي بعملاء سكول طبعا في مناطق شمالي رحاب في مناطق بيت الوطن في مناطق الناجس جديدة في مناطق اللوتس جديدة نحاول أن نقدم لهم شقة أمرهم من خلال نظام صدد يناسب احتياجاتهم أو جودة وتقسيم يناسب استغلالهم للوحدة شركة ماجيك طبعا من نوظم البطولة عرضت علينا أن نكون رائع البطولة وحبنا جدا 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 لأنهم مؤمنين جدا جدا باللعبة وحسين أن اللعبة دي فعلا لسا لحد دلوقتي بيشوارد حقها إعلاميا فإحنا حبينا ندعمهم ونكون معاهم وإن شاء الله في المرات الجاية بأفضل الأرض والله إيجابيات كتير جدا عدد من اللعيبة من مختلف الدول وده طبعا تمثيل مشرف على أرض مصر الحبيبة ونحب إن شاء الله في المرات الجاية أن يكون التمثيل أكتر وأكتر والحضور الجماهيري أكتر في إن شاء الله بإذن للمرات الجاية ويكون ربنا عفانا من كوفيد-19 بوجه كلمة أخيرة لإمعالي وزير الشابوب الرياضة بنشكره جدا جدا على دوره طبعا للبطولة وبنشكره على تواجده دايما في المحافل الرياضية اللي دايما بنلاقي منه كل الدعم لها وعشان كده أنا كنت موجود في البطولة عشان حاسس إن الحكومة والوزارة ووزير الشابوب الرياضة فعلا ما بيسيبش حاجة إلا ما بيدعامها بنفسه ويتابعها بنفسه ويا رب دايما دايما مصر في مقدمة الدولة وارجعنا لكم بعد التعرير وشفنا التنظيم الأكتر من رائع للبطولة بطولة العالم الدولية لبطولة الجيوجيتسو تحية للبروفيسور محمد فوزي المفوض الدولي للاتحاد الدولي لرياضة الجيوجيتسو والاتحاد الإفريقي وأيضا نائب الاتحاد العربي لرياضة الجيوجيتسو كمان بنقدم التحية لشركة ماجيك التحية والشكر لهم على تنظيمهم الرائع للبطولة شركة ماجيك لتنظيم البطولات والمنافسات الرياضية والسادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ مصطفى أبو النجا والكابتن عبد الحاميل عشور والدكتور مجد بدر والمهندس إسلام السعيد كمان منستاش فريق ماجيك الجندي المجهول في شركة ماجيك المهندس إسماعيل عمر والكابتن أحمد السيد شبير أستاذ أحمد فتحي والأستاذ حاتم عبد الحاميل كل الشكر وكل التحية لشركة ماجيك والقائمين عليها وبنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في البطولات القادمة انتهت فقرتنا الأولى وجوز الأول من حلقتنا النهاردة ومعنا في الجزء الثاني أن نتكلم عن أكاديمية كيبتون أكاديمية كبيرة ولها فروع كتيرة في مصر بقيادة الكابتن هاني نبيل لاعب الترسانة ولاعب الداخلية السابق هنعرف الأكاديمية هنعرف تاريخها وهنعرف إنجازاتها وطموحها في الفترة اللي جاية منهم هما الكابتن هاني نبيل أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك شرفتني في برنامج عالم الرياضة أهلا شرفنا بيك نتعرف بالأطفال الصغيرين الموجودين اسمك ايه؟ آسر عباس أهلا كابتن آسر مواليد كام؟ أهلا وسهلا بيك كابتن مواليد كامل كابتن يوسف أهلا وسهلا بيكم شرفتوني كابتن هاني بداية كلمنا عن أكاديمية كبتون خبيب كبتون انشأت سنة 2004 في نادي قوات مسلحة في حميد زاتون وبعد كده روحنا نادي الأصل الأهرام في الهرام وبعد كده فرع التالي بتاعنا كان في نادي زهراء مدية نص طليب وبعد كده فرع التالي بتاعنا الرابع كان في فندق توليبي النرجس في طيامة الخامس والفرع الخامس دينا كان في إيلو سبورت في المطار إن شاء الله أنتو خمس فروق خمس فروق كابتن الهاني حولتك قبل التصوير القتالي ولعبت في الداخلية ولعبت في الترسانة ولعبت في طنطا وكلمنا كده عن تاريخك ألعب أنا الأول كنت بقع في نادي التصنيع في حلوان وبعد كده شترسانة اشتريتني من التصنيع وبعد كده لعبت في فريق أول وعنده 17 سنة بقع خلية تالت الأسوان بقع خلية تالت الدخلية تمام ماذا عن الشهادات أو الخبرات التدريبية اللي حصلت عليها أنا خدت دورة النقابية تحت المهنة الراضية ومعايا السي تحاد الأفريكي ومعايا البيت تحاد الأفريكي وتحاد الأوروبي معايا تصريح بمزارة المهنة من تحاد الأفريكي وتحاد الأوروبي ما شاء الله ما شاء الله تاريخ مشرف إن شاء الله كابتن هاري بتمنى لك التوفيق ناخد كابتن آسر قلنا مليك كابتن آسر حفوظ ماشر بتلعب في أكاديمية كابتو من إمتى؟ من أفاية أحنا من سنين من خمس سنين ليه اخترت أكاديمية كابتو؟ ترغيب من أفاية حفوgebaut مركز هاري كيه في الملعب؟ كابتن ه mint chez بقمى معاكم في التدريب عصب بقم بقين ؟ 1- 2- 3- 3 أعaqueي بے أولادنا كابتن يوسف مشترك في الأكاديمية من إمتى؟ من خمس سنين قولنا بقى على ليه اخترت أكاديمية كيبتاو عشان أنا كنت فيها لعبورة وأول أكاديمية بعد الأكاديمية اللي كنت فيها كيبتاو بعدين نروحناها وكنا منتمر وكابت أني أنا ما كانش عصب معنا خالص ما كانش عصب معنا طيب أنت مركزة كيف ملعب كابتاليوسف نص ملعب نص ملعب زي مين كده مثلا انت هلول زي ملكاو لأو زي ملكاو زي مين بقى عندكو في الزماركو بابايا باباك بلعب كرة لا نفسك تبقى زي مين ما تكبر من الزماركاوية طريق حامد مثلا لا نفسك ببين شرعي لأنني نصم بحب بلعب يمين شوية بتحب بلعب يمين شوية طيب هقول لك على الحاجة يا يوسف قول ألو كده ألو 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 عيو يا يوسف أه مام حبيب قلبه مامي أخبارك إيه؟ جايس الحمد لله الحمد لله أهل السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام إزاي يا حضرتك؟ إزاي حضرتك كل سنة حضرتك طيبة أوه حضرتكو طيبين يوسف ما شاء الله بنور على الشاشة هو وزميله وهو كابتن هاني ربنا يا حفاظهم ربنا يا حفاظهم ربنا يا حفاظهم يا رب يصلك كله يبارك فيهم كلمنا حضرتك عن اندمامه لأكاديمية كبتون ليه؟ اخترتينه أكاديمية كبتون عشان هو الكابتن متعاونة جداً وبيعملوا الأولاد على أنهم أولاده وكمان هم بيساعدوني في ترفيتهم يعني هو أخوه الأكبر منه معاه كمان لما بيبقى في حاجة في سلوكه حاجة في المذاكرة وبلجأ للكباتن هو بيتأثر بهم جداً فموضوعهم مش بس واقف على الرياضة يعني حضرتك واغضة الرياضة كأنها حافز ليه ودافع ليه وهم مذاكرش أو بقى سلوكه مش كويس خلاص مش هتروح تلعب في الأكاديمية اه طبعاً وهم كمان بيهتموا انه يبقى كويس مش بس في الكورة لا يبقى كويس في المدرسة يبقى كويس في البيت الكباتن بتتابع الحتة دي كويس طبعاً من الأكاديمية بيشوف الولد في البيت سلوكه عامل ازاي ومذاكرته وكذا حضرتك شرفتيني في البرنامج نتمنى لك التوفيين إن شاء الله شكراً يا فندم مرسي شكراً شكراً كابتن آسر قلينا بقى إيه أطرق في موقف حصل كده كومودي بينك وبين زمالك كده في الأكاديمية ولا حاجة؟ نا مش مش فاكر موقف كومودي ولا حاجة كابتن هانا زي ما احنا قلنا مش عانيف معاكم ولا حاجة انت نفسك تبقى زي ملا ما تكبر كده إن شاء الله محمد صلاح عشان هو بيلعب حلو وبيجارة في عر وبيلعب محمد صلاح يعني عشان بيقبط كتير صح ام انت مركزك ايه في المرأة؟ باكليف وهدف برضو وهدف بيجي برده اه طباً بيجي برده اهلوة لزمالكابتن؟ اهلوة اهلوة لكابتن هاني حضرتك اه مشتركين في البطولات ايه باسم أكاديمية كده احنا كنا مشتركين في دور الأكاديميات تحت القرى والسنة اللي فاتف كنا شغالين في الدور باسم نادي بنزكة اسمه يعني احنا بقى نزلت اربع سنين وخمس سنين بنشتغل في الدورة تحت القرى واشتركنا في دور الحريف وخدنا مراكز بتقدمة جداً يعني في دورة دورة تحت القرى في 2009 خدنا مركز ثالث ودورة بتاع الأكاديميات ماشيين اول بكل مراحل السنية وفي وبرده لعبنا باسم نادي في منطقة الجيزة برده مشينا بكل في 2011 مشينا تاني وفي 2009 خدنا البطولة يعني تشترك باسم ده دي ولكن الولاد اللي معاك في الأكاديمية هم اللي بيشاركوا انت حريس يعني على انك تاخد الجانب ان الولاد يحتاجكوا احتكاك احتكاك قوي في دورة تحت القرى وفي الشكل الرسمي عندنا لعبة قويسة جدا وبين سابق اللعبة بتاعتنا عندها في الدورة الممتازة وعندها درجة اولى وعندنا يعني قاعدة كبيرة جدا من البرائم عندنا في الأكاديمية طيب حضرتك دربت لاعبين ولا من اول ما اشتغلت 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 في الأكاديميات على طولة لا انا اول اشتغلت مجيب ثاني في الداخلية عدت حوالي 11 سنة ومع الداخلية خدت مراكز مراكز وتقدمة جدا خدت في 2008 في مراحلة سنية 18 سنة خدت بطولة من الاهل والزمالك هم بما قولين و17 سنة خدت برضه مرقز اول على الزمالك والاهل و16 سنة خدت مرقز ثاني ومسكت فريق اول مع اكادي فاوز سكوتي السنة اللي ساعد فيها الشرطة قلت يا ماسك مدير فاني مدارب عام مع اكادي فاوز سكوتي ما شاء الله ما شاء الله طيب كبت النهاني التدريب في البراعم والنشئين في الأكاديميات عموما وفي الأندية أكيد بيختلف حضرتك بلنا وجه الاختلاف في ايه؟ لا في الأخاديميات أصعب كتير من ما ما سبقه دي فاني في النادي الأخاديمية انت بتحاول ترضي ولاي القمر وبتحاول ترضي اللعيب وتعلم نفسيا وبتلعب وكل اللعب عندنا بتلعب وتبدأ مهان السفر يعني ممكن يجيلك لعب لا يفقه شيء عن كرة القدم اه طبعا القرى دلوقتي بقت مش موهبة أكتر ما هي صنعة الأصعب عندنا في الأخاديمية ان احنا دايما بنوجه اللعيب عن طريق البيت ونعرف معلومات من الأب ومن الأم من البيت ازاي ان يعمل الولد في شخصيته ازاي ان نطوره في شخصيته قبل القرى أصلا ازاي ان يخليه تعلق بينا عشان لما يتعلق بينا يبقى اسمنا جوالبيت بيتنادع على طول لنا تأثير عليه المدرب ينجح في أي أكاديمية لما اسمه في البيت كتير او يتعلق في البيت كتير ده نجاح كبير جدا للأكاديمية ما شاء الله انا ملاحظ ده انا كن لي الشرف من انا زرتكم في الأكاديمية اكتر من مرة وشفت طريقة معاملتكم مع الأولاد الولاد في حالة حب جميلة جدا بين الأولاد وبين المدربين هناك حضرتك وباقي فريق العمل حتى كمان كان فيها كنت بتسلمه جواز هناك ففيه ولد انت قلتلي انا عايزك ترائب نظرات عينيه لما يحصل على الجايزة اه ده أدهم اه احنا في الأكاديمية عندنا فيه بيختار كل لعيب لكل مرحلة سنية في الأسبوع لعيب الأسبوع بندله حزاء الزهبي طبعا ده مأثر في الولادة كتير جدا بيلتزموا في البيت جامد جدا وليه أمر بيعف اشتغل معاهم في المذاكرة في الأكل في الشرب في النوم في الموبايل في عالنت حد يقول لها تقول ليه أمر بيعف اتحكم فيها عن طريقنا احنا في الأكاديمية انه لو ماذاكرش مكلش اي اكل اي اكل ما يمكنش بيحبه اللعيب بيأكله اي طريقة بيتعام بيها بطريقة مش كويسة في البيت بيغير من اسلوبه كل دوت عشان نروح التمرين احنا في الأكاديمية بقى شغالين على الحادث يعني احنا فرق بنا بين الأكاديمات كلها ان احنا شغالين بستستم دوت عشان الأكاديمية قبل القرى تكون شخصية اللي هي بالظبط طبعا ده بيكون بالتعاون وبالتنصيق بينك وبين أهل الولد اه طبعا 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 انت حطيت نفسك في معظة كل اسبوع بتطلع جايزة حزاء زهبي للاعب بنوم اه طبعا ما نحن لازم نفيد عشان نستفيد في الأول لازم ندفع لا مش دفع بس ده حتى كمان يعني مثلا تلاقي أولياء الأمور اللي ابنه ما خدش النهاردة مش الولد اللي ساعد ده ممكن يكون ولية أمره هو اللي ساعد كمانا لا احنا برضو من ضمن التوزيع الهدايا الولاد عارفين اني النهاردة مثلا مثلا قسر هياخد الهدايا بنعرف بنبلغه اني قسر هياخد الهدايا النهاردة بيبقى مجاهزين اقول اللعبة بتاعتنا اني ما يزعلوش يشجع زميله عشان لما يجعل الدور وياخد الجايزة زميله برضو يشجعهم اتمنى كنترول بيقول ان معانا تليفون من الاستاذ سعيد البابليو استاذ سعيد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كل سنة وحضرتك طيب يا فندم استاذ سعيد كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب شرفتنا ببرنامج عالم الرياض يا مرحب حضرتك كلمنا حضرتك عن انضمام ابنك لاكاديمية كيبتاون الله يا ابن هو اه السود بيقطع يا جماعة السود بيجمع السود بيجمع مع حضرتك تفضل كده سامع كويس اه من عشقين كبتاون شميعنا يا كبتاون اه معارات في الكورة ضعيح ان الكورة ممكن المهارة دي انهيبة من ربنا سبحانه وتعالى برضو هم عليهم عامل كبير في تنمية قدرات الاولاد في اللعب في تجويد يعني لهم عامل كبير بالضبط وليه وضع اساس برضو للعب كابتن هاني معاك عايز يقولك سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يا بحسام الحمد الله تماما حمد الله حضرتك اكبر حسام ايه بتمام بخير الحمد الله اخبار اصابته ايه اخبار الاصابة بتاعته ايه انها كويس دلوقتي الحمد الله يا ربنا وشفولك يا رب ان شاء الله بحسين ان شاء الله معاكم في التدريب وفي الدورة ان شاء الله الف سلام عليها كابتن ايه ايه الله يسلم ايه شرفتني ايه 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 الله يسلم ايه آآ عودة كابتن هاني اهآ من الشخصيات المحترمة والمكتبت ايه انا ده فعلا انا لمسته لما قلت لحدك ناثرتكم في الاكاديمية اكتر من مرة وشايفك بتهتم بتفاصيل صغيرة جداً في التدريبات وفي النقاش مع أولياء الأمور وطريقة الكلام والخطة اللي بتحطوها مع بعض عشان بتغيروا سلوك كل ولد وكل لعب احنا في الأكديمية عندنا في الجروب بتاعنا أولاد أمور هم اللي قرروا يغيروا يعني بدل الأكديمية كيف تكون يكتبوها عائلة كيف تكون احنا طبعاً عائلة واحدة وأسرة واحدة طبعاً دول ولادنا قبل ما يكونوا ولادهم أصلاً احنا بنخاف عليهم أكتر منهم إن ده نجاح لنا أنا الفروع عندي كلها أنا ما بجأة أمسك الفريق ما بجأة مرن بمسك الكتدي على طول عندنا دول أهم حاجة عندنا ده العبود الفقر بتاع الأكديمية إن دول هم مبسوطين الدنيا كلها مبسوطة جواب الأكديمية وطبعاً علاقتنا بقوله أمر جامدة جداً اللي طبعاً عارفين شخصية اللعيب ايه الشخصية اللعيب دوته أعمل ايه ايه تأثيراته في البيت ايه اللي هو سلبي فيه في البيت بناخده من الأمر ونلعب عليه جوا الملعم إنه في حاجة بيحبها كان أدهم يومية أدهم دوت كان جايل لنا كان بيخاب جداً هو أصغر من أخوه أخوه حمزة قعد فترة قد ما تجاوب معنا وبعد كده حاولنا نديره الحزاء الزاهبي في الأزواء دوت عشان يقوم من شخصيته طبعاً الموضوع ده أثر معاك جداً وبقى متعلق بنا جداً 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 يعني جوا الأكديمية الأمر عندكم مرهق جداً يعني اختلاف كل المستويات مستوى اجتماعي ممكن تلاقي واحد ولد من منطقة شعبية أو ولد من منطقة راكعة اختلاف في البدن ممكن تلاقي ولد جسمه مليان ولد جسمه نحيف اختلاف في العوامل النفسية ممكن تلاقي ولد هامج شوية أو واحد تاني أسلوبه هادي شوية أو خواف شوية إنتوا إزاي بتقدروا تكتشفوا ده وإزاي بتقدروا تتغلبوا عليه هو أول حاجة اكتشاف ده سهل جداً للملعب وجه is the same الأمر اللي أحمد تغلب عليه هو يحب قرط القدم القرط القدم ده يعيش اللي ناس كلها huge اسم هو يحب القورة ويموت في القورة احنا طبع بنيلعب عليه في النقطة دي بنقص عليه في المركز ب handlebox بنقص عليه في المدرسة هدابinde بيروح بردوا زيارت المدرسة بناخد خلني أقول ايه الأمر ياخد لنا معاجبه av مدرسة بناخد معينه هدايا نروح للعب المدرسة ما نتقرمه المدرس هو الموزيلة بتاعته والميز بتاعته ده جميل جدا طبعا دي بتخلي روح اللعيب عندنا علي جدا بتكسب ثقة في نفسه بتعلي ثقة في نفسه دايما بيجينا اولا امور كده جدا بيشتخوا ان ابنهم ما بيعافش لعب جوا المدرسة بيجي عندنا بيلاقي طبعا بتحط في المستوى بتاعه منشغل عليه شغل ايجامد ده سبب ايه بقى السبب ايه النوع في الاكاديمية بيلاعب كويس وفي المدرسة بيلاعب الشرعة لا في المدرسة بيبقى طبعا بيخش مع ناس اكبر منه بيلاعب مع ناس اكبر منه الناس بيبقى مستوى اعلى لكن في الاكاديمية بيندخلوا مع سنه في اولا امور كده جدا بيجي يتكلموا معنا اني عايزين ابنهم يطلع مرحلة اكبر اني بيلاقي فيه ولد صغير مثلا زي بطة وقاسر بيلاعب في مراحلة سنية اكبر من سنه يوسف اه اسمه بطة اه بطة بطة دا 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 معنا مثلا يعني من الصعب جدا انتلاقي جوا اي اخاديمية ناس قاعدة بالخمسة السنين اه الموضوع دا مسهل اه ماشا الله كابتن اقول لها كابتن يوسف ولا كابتن بطة كابتن يوسف كابتن يوسف بطة هما ليه بيقولوا عليك اسم بطة لانا اول ما روحت لك دمام وكنتش بجري ساعدك تمام بيجي زي بطة اه ساعدك بنتمشي او بنجري يعني اه مكنتش بجري تمام كنت بتمشي بالراحة كده فاقول لك دي جارية البطة فاسموك بطة صحا كده الاسم دا بيضايقك ولا بيفرحك لا لا بيضايق ولا بيفرحك يعني ولا دا ولا دا عادي يعني سواء اوك بيضايق ولاتو بيحبه لا بيضايق مثلا ازلت ان شاء الله هتبقى نيج مجبير وهيبقى نوري كابتن بطة ينفع ها طبعا حلو ان شاء الله ماشا كابتن اسر انتارك اسم شهرة ايه غير بطة اصدقير اسر والس اه تحب نسميك ايه على عشان الاسم الا هتقوله دلوقتي هيفضل معك على طول لحد ما تبط الكور اختلينا لقب جده من اللعبه اللي انت بتعرفه كده افشا مسلا خليك افشا كارابا ها او محبي كارابا اسر كارابا اسر كارابا صحا كده نفسك تلعب في نادي إيه لما تكبر إن شاء الله إن شاء الله يعني الأهلي تلعب في الأهلي انت أهلاوي بقى وكهراء وعي تلعب في الأهلي صح؟ طيب لو جالك احتراف في الزمالك تروح للأهلي أو ممكن أروح قاسم يعني عقد يعني مش عقد كثير وهمش تاني انت ممكن تهوت كثير والدنيا تمشي معاك زي لعبة كثير فيه ناس كثير أهلوية جالهم احتراف في الزمالك لعبوا وكملوا بقوا من رموز الزمالك دلوقتي ممكن أختار الانبي تختار إيه؟ الانبي ماشي انبي كويس برضي مش مشكلة تابو بره نصر نفسك تلعب فين؟ مهم لا إيه جمعه نفسك تلعب فين كده؟ يه ريال مدريد مثلا رشلونة لبربول ريال مدريد إنت حابب بزن الدينزي ده بعد صح كده؟ تمام كابتن يوسف لما تقبل إن شاء الله نفسك تلعب في نادي إيه؟ الأهلي طبعا لا دوزم التلعب؟ ريال مدريد تابو في مصر أنا؟ الزمالكة ايش معنا الزمالكة؟ أنا زمالكوي وقلت كلها زمالكوي نفسي السؤال طب لو جالك عقد احتراف في الأهلي؟ ها لا مش هو ليه بقى؟ ما هي كده هيبطة الكورة؟ لا ما خلقينش من أخي زمالكة؟ لا أنا أنا مش بحب الأهلي مش بتحبه خالص؟ اه قول مثلا بحب الزمالك إنما ما تقولش ما بحبش الأهلي خليها جواك خليها جواك ماشي أنا بحب الزمالك بس الأهلي طيب لو جالك عقد احتراف حدو كده وكان مليون كده في الأهلي لا كم مليون؟ لا ساعتها هتغير رأيك سابقا لا لا خليه خطوة طيب حد يعني خلي أهلي خطوة شوف زيب لك قالي؟ ماشي ممكن ألعب في الزمالك شوية بس هروح تاني نادر لأنا بحبه تاني صح كده؟ ما أكل لأيش حاجة والحب حاجة تانية كابتن هاني الكلام معكم ممتع والكلام عن الأكاديمية كتير بابي خلاصي حضرتك كلمة أخيرة توجهها لمين؟ وتقوله إيه لندرسة؟ معنا طبعا أولاد تانيين التجارب لا أنا فيه إحنا في الأندل اللي إحنا شغالين فيها في الأكاديمية في رمضان دينا صعبة شوية أنا أحب واجل الشغل أولاد أمور كلهم بصراحة إني بيجينا مدينا معادة الساعة سبعة بعض الفطر على طول سبعة؟ آآ يعني وبجد يعني أنا قلت ناس بشكل جدا الناس هتيجي أولا إبقى تيجي لا صدمنا بصراحة إن الناس كل لاجت ملتزمين معك؟ ملتزمين الساعة سبعة ماشاء الله أنا طبعا بواجلهم الشغل ومش عارفين نعم معهم إيه بس إن شاء الله هنعملهم حفلة كبيرة كده ونكرمهم فيهم ذلي إن شاء الله وإحنا كمان بتضم صوتنا عن صدرك وبنشكرك وطبعا هنطلع نروح لتقرير ونشوف من داخل أكاديمية كبتاول كابتن هاني نبيل بنشكرك شكرا جزيلا وطبعا هنطلع بعد التقرير هنستقبل باقي الأولاد معنا في الأكاديمية كنت حاجب أشير لجزئية نادي الزمالك حضرتك أنا حضرت معكم يوم كنت أنت جايب أكاديمية نادي الزمالك؟ آآ كنا جايبين نادي الزمالك فرقة المنوفية كنا الليієون ده يوم الأراضي معاهم وقنا اليوم ناجحة جدا أو لا أمور عندهم تبسطوا ولعبة إطanyهم تبسطت جدا أو لا أمور عندنا تبسطوا ولعبة إطاقة اطباتتا بس يعني الأسف يعني حطنا عليهم هو التأرير الموجود معانا لو بقى فيه وقت معانا متسع من الوقت إن شاء الله ويفكرنا فيهم برضو اللعبة الزمالك وإذن الشهادات بمقداريات ولعبة إطارتنا بعد تقريرهم حفلة كبيرة جدا أنا حضرتها وصورتها وإن شاء الله هي في التأرير معانا بس لو في فرصة هنها تطلع معنا في الجلس الأخير كابتن هاني بنشكرك شكراً جزيلاً شرفتنا شرفتنا نصر مجد كابتن آسر بنشكرك شكراً جزيلاً كابتن يوسف بنشكرك شكراً جزيلاً نروح لتقرير من داخل أكاديمية كيت تاون ونرجعتنا أتعرف بيك يا كابتن أسأل أسمى عنص نصر محمد أحمد بيتلعف أكاديمية إيه؟ كيت تاون وليه اخترت أكاديمية كيت تاون؟ عشان حلوة في الكابتن وفي الناس وحلوة في كل حاجة انت مواليد كم؟ 2008 أنا عمر أحمد شعبان مواليد كم يا عمر؟ 2008 الصراحة أنا جربت أكاديميات كتيرة بس شمعنا كي بتاون إن هي بدني أنا لقيت بدني حلو أنا كان أصلاً مشكلتي في البدني فلقيتها اتطورت معي هنا في البدني حسام سعيد انت مواليد كم يا حسام؟ 2008 مين بيضربك أصلاً في الأكاديمية؟ كابتن هاني وكابتن كومي كابتن؟ أنا اسمي حمزة من وصر مواليد كم يا حمزة من وصر؟ 2008 أنا بدي محطروش تلكم جداً جداً كما انتوا خلتونا مع احترفين وعيباً وان شاء الله ستطلقونا زي صراحة ولمانية أتعرف بيك يا كابتن؟ اسميحرين خالد هل تلعب في مركز؟ رايت رايت ويني ومين مسارك العالة في مصر أو برا مصر؟ مصطفى محمد نبيل موليد كمية كابتن مصطفى؟ 2019 ومين مسارك العالة في مصر أو برا مصر؟ في لفور محمد صراح وفي أهلين محمد نبيل وليست مثل أكاديميك كابتاون؟ عشان مضايبين يبقى في تدربوه وبيطلعوه مصطفى حلو جدا هلو جدا، بقى لك أدئي في الأكاديمية؟ مين بقى كوتش بيدربك في الأكاديمية؟ كابتن هاني تقول له اي هو الأكاديمية؟ شكرا، كابتن تعملوا معنا وبسعدونا نحن بحث شكرا يا كابتن؟ سعيد البابت، والد اللاعب حسام سعيد يعني أنا شايف اهتمام، شايف مدربين كوازين كابتن هاني على مستوى عالي جدا من التدريب وإن شاء الله يعني فيه تقدم للعايبة كواز موليد كيم؟ موليد 2009 وانت يا كابتن؟ موليد 2012 ملتلع في الأكاديمية اي؟ كيبتن كيبتن مين بقى مسلك الأعلى؟ عبدالله سعيد ميسي ميسي شجع برشلونة أكين؟ اه مين بيدربك في الأكاديمية؟ كابتن شيكا وكابتن سيني تقول لهم اي بقى وتقول اي لي الأكاديمية؟ هم بيدربونا حلو جدا هتعرف بحضرتك؟ مامت إيادو أسر اللي لعبوا في الأكاديمية هنا لا مرسي بصراحة الأكاديمية فرقت جدا مع الولايات مستوام بقى أحسن والكابتن هنا ماشاء الله كويس جدا معيه ويعني فيه روح كده حلوة نفسك تشوفهم زي مين لما يكبروا من اللعيبة؟ أنا نفسهم يبوا زي محمد فلوح ماشاء الله إن شاء الله يحترفوا يشرفوكي أنا عمر وارد اللاعب سريم عمر مواليد كامل ده؟ 2013 كمانا خطفلو كتاب؟ والله ناس من صحابي كتير بيدربوا فيها وشايف فرق مستوائم فدخلتوا لأكاديمية فرق طبع مستوائم جامد يعني أحسن بكتاب من الأول أنا شرفتول في كازم أكاين بس أول ما رحس الفرق محمد كامل والد اللاعبين في أكاديمية كيبتاون أدهم محمد كامل وحمزة محمد كامل هي فعلا أكاديمية مميزة عرفتها من أصدقاء لي والكابتن هاني صراحة بيعمل شغل مميز جدا مع الأطفال وبيعمل الأطفال بشكل كويس جدا سواء رياضيا أو سيكولوجيا نفسيا محمد حسن موليد 2008 بطمرنا في نادي كيبتاون لماذا اختارت كيبتاون؟ هو أنا سمعت عنه كثير وصحابي كانوا بيروحوا فحبت أن أجربه يعني وطلعه حلو اسمي يسين عادل موليد 2010 بلعب في أكاديمية كيبتاون لماذا اختارت أكاديمية كيبتاون يسين؟ عشان الكابتن حلوين وبمراله حلو وسمعت عنها وطلعت حلو جدا أنا اسمي كريم محمد إبراهيم موليد 2010 أنا بتضرب في أكاديمية كيبتاون المدربين حلوين قوي بيدربوا كويس جدا يعني باز تفاصيل حلو قوي بمرانوا كويس جدا اسمي أحمد خالد شماندي إبراهيم أحمد عشان أتعلم كورة وأكبروا بلعين كورة وليما جيت هنا ألاحظت هنا؟ ده حلوة أكاديمية أحلام أي أكاديمية لعبت فيها بكده أنا اسمي أحمد علي واختارت أكاديمية كيبتاون عشان هي أكاديمية حلوة وليتها جنب بيتي فليتها فورت سيني واتش فورت 80 حتى لو فيه زرف كتيرة يعني اسمي أحمد هشان محمد موليد 2008 بلعب في كيبتاون أكاديمية كيبتاون ليه اختارت كيبتاون؟ فرقة حلوة صراحة وبتساعدني على البدني وتمرينها كويسة وإن شاء الله بتطلعني لعيب هايل علي إيهاب محمد موليد 2010 ليه اختارت كيبتاون؟ لقيتها كويسة وأحسن فيها حاجات أكثر نفسك تبقى زميل لما تكبرت؟ ميسي بصراحة أنا عمر إيهاب موليد 2010 وبلعب في كتاون ميلي بدربت؟ كابتن شيكا شكرا اسمي عبد الرحمن محمد محمود موليد 2012 ليه اختارت كيبتاون؟ عشان لعبة حلوة حلوة البيعبة اللي حلوة لا الفرقة اللي حلوة حلوة فيك عشان دايما بيتكسا اسمي محمد عبد الحليم مصطفى موليد 2008 بلعب في كيبتاون عشان هنا الفرقة جامدة وحلوة وبنتعود جسمنا بيشد هنا 2008 عشان مداربين هنا بيعفوا تضربوا وكويسين بيطراب مصطفى حلوة كلمة عن الجهزة اللي معاك دي جايزة احسن وقت في الاسبوع بيجي منتظم وفي وقت بياخدها انا اسمي عحالي محمد كمال الموليد 2009 وأنا في اكاديمية كيبتاون كلمة عن الجهزة اللي معاك دي جايزة بنكسبها في الاسبوع لأحسن واحد ملتزم وبياكل كويس ومؤدب وكده اسمي عبدالله يهاب مالي بيدربك كابتن هاني مالي بيدربك كابتن هاني شكراً اسمك ايه اسمك ايه محمد اللي مالي بيدربك كابتن هاني عندك كم سامحة؟ ستة ونص ستة ونص حلوين بتلعب فين؟ كبتاون ليه اختصت كبتاون؟ عشان بحب الكورة يوصف ماليك كابتنوز؟ خمسة عندك خمس سنين؟ بتلعب فين؟ بلوت فين؟ كبتاون 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 زي زي فوب هيرو موسى موسى لا موسى لا موسى لا ماشا كابتاون؟ انا هانا هانا ايه؟ هانا شعراو موليد كان يا كبتاون هانا؟ موليد 2013 مركزي جوم ليه تبسك تبقى زي مين لما تكبرك؟ نفسك تبقى زي محمد صراح ونور محمد شعراو موليد كان يا كبتاون؟ موليد كان؟ موليد كان؟ اNERا транكرام موسى من 2013 هل انتم عين ناسا؟ الموسى انتم عين Έ respenix موسى ما ا pelس象تى موسى 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 موليد كان تناسيا؟ موليد كان؟ من سبعة نساطية تلعب فين؟ أنا في النادي أنا في النادي النادي اسمدًه ؟ النادي اسمدًه اسم ومه طبكم كيبة تاون طب مول rigorous طب تاون كيبة أقول كيبة طب كيبة كيبة تاون طب كيبة تاون قلت bon مركزك في الملعب أنت تلعبيه في الملعب Creative or despair mun culom تماما تلعب وقوم بتسجد وقال؟ نعم لو بتحلم تشطب شقتك أو شركتك بأحلى وأجمل أنواع السراميك والبرسلات تعال بطرع المعرض عباد الرحمن أيوة معرض عباد الرحمن هتلاقي فيه أحلى وأجمل أنواع السراميك والبرسلات معرض عباد الرحمن يعني التماين والرقين والشياكة معرض عباد الرحمن أنت عليك الإختيار وإحنا علينا الأسعار وكمان عليها هدية معرض عباد الرحمن إدارة الحج خالد أحمد عبد الله وشهرته خالد نور الدين العنوات محافظة الجيزة مركز البدرشين قرية الشمبال بجوار مسجد سجر الإسلام تليفون 011 54 35 58 51 11 أو رقم 010 20 43 75 26 يلا بسرعة ما سنينك موسيقى موسيقى ورجعنا لكم بعد التقرير أعزائي المشاهدين وأستاذة تؤى الغول المرسلة لبرنامج عالم الرياضة بنشكرها وبنتمنى لها التوفيق وإن شاء الله هي تكون إضافة لبرنامج عالم الرياضة شكرا أستاذة تؤى وبنتمنى لك التوفيق ورجعنا لكم بعد التقرير من داخل أكاديمية كيبتاون ومعنا مجموعة من لاعبي أكاديمية كابتتون هنتعرف بيهم هنتعرف بيك يا كابتن اسمي عبد الرحمن محمد محمود علي شعرون أهلا بيك يا كابتن عبد الرحمن أهلا كابتن عبد الرحمن نتعرف بيك ها اسمي هانا محمد محمود علي شعرون كابتن هانا أنت أخت كابتن محمد أهلا عبد الرحمن كابتن عبد الرحمن أهلا سهلا بيك كابتن هانا أم أنت يا كابتن؟ هناسمي عنا محمد نبيل أحمد تأم موليك كام يا كابتن؟ 2013 بتلعبت كيبتتو من إمتى؟ مش فاكرة ليه كم سنة كده؟ كم شهر كم سنة؟ يعني من عشرين و عشرين عشرين و عشرين يعني ديك سنة تعريباً ليه اخترت كيبتو؟ عشان مدربين كويس وبقيت أشطر لما قبل ما أنا كنت ألعب فيها أنت كان مستواك قويين لما رأت الأكاديمية مستواك بقى كويس صحك أنا؟ تمام، مركزك في الملعب؟ مركزك إيه في الملعب؟ فيروت فيروت نستكتبه زي ما تكبر كده إن شاء الله؟ عكور عكورة زي مين؟ رونالدو رونالدو كابتن عبد الرحمن مواليك كام؟ 2012 2012، مركزك إيه في الملعب؟ سورد باك كابتن هنا أختك طبعاً صح كده؟ وفي بنت كمان أختكم اللي كانت معنا اسمها لارا الأمورة لارا ديات مش عارفة تقول 2017 2017، اللي عالفين وكان؟ 2012 2012، مش عارف تقول؟ لا، لا، 2013 أو 2012 نشفكر نشفكر 2017، عندها 4 سنين؟ ماشاء الله ربنا يبارك كابتن عبد الرحمن، انت بقى بما إنك الأخ الكبير لإخواتك كده وفي الأكاديمية انت بتعاملهم إزاي في الأكاديمية وفي البيت؟ بعملهم بحل وعمل مع اللي تسطم ولا ضربته تمام، كابتن هنا، انت بالنوتا بتلعابي في الأكاديمية والأكاديمية معظمها أولاد، ده ما بيدايقكيش أو بيسبب لك أي مدقيات؟ لا، هو بيدايقني بس علشان أنا بيبقى نفسي أطلع كده لعبة كورة مشهورة ويعني نفسك تبقى زي مين لما تكبرد إن شاء الله؟ زي محمد صلاح، الناس اللي هم بيتدربوا وطلعوا زي محمد صلاح وكده لا، بس محمد صلاح ده راجل، انت مفيش عندكم محمد صلاح في السيدات وفي الأنزات؟ مش متابعة كورة النسائية؟ لا لا، لازم تتابعيها بها عشان خطر تبقى أنت النجمة اللي فيه بقى صح؟ أقول لنا غلطان، طبعا؟ صح كابتن عبد الرحمن، كابتن هاني نبيل معاكم في الأكاديمية، عنيف؟ ولا بيعملكم بهدوء ووحدة واحدة كده لحد ما تحفظ الجملة؟ الوحدة واحدة وبيعملنا الحلو، وأمر ما علا سطم ومش بيتعصب علينا كابتن، قلنا اسمك إيه عشان ننسيت معلش؟ عاني محمد نبيل أحمد لا، لا، اسمك بس علي؟ علي لا، لن كابتن علي آآ كابتن علي انتو اشتركتو في بطولات دوري تابعة اتحاد الكرة؟ آآ بس يعني دعبت مرة دوري دعبت مرة معام دوري؟ آآ مركزك مركزك فيرود انت بتقولي ان كنت فيرود صح؟ سجلت أهداف؟ آآ سجلت كم هدف؟ تلاتة 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 أهداف، لا يبقى داتة كده أمحن طيب كابتن عبد الرحمن بص للكاميرا كده أقول ألو ألو؟ 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 كابتن لارا الجميلة الأمورة السويال. كنت بس ألها مواليك كام حضرتك لو كنت فاكرة شفت تقرير لارا؟ بقول لها مواليك كام بتقول لي أفلين أفلين و13 أيوة حضرتك هكهر لما سمعها تحصي ليك أفلين و13 ربنا يحفظهم ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ربنا يخليكم حضرتك يكلمين عن انضمهم هم لأكاديميك كي بتاون ليه اخترتهم أكاديميك كي بتاون بالتحديم والله الأكاديمية دي مفتازة ما شاء الله فوق الوصف أنا وليدي كانوا داخلين بكلب بالأخص على العبد الرحمن كان داخل مش عارف حاجة لسه على الكورة قاضي ما شاء الله بخلال أقل من السنة ما شاء الله ليه بقى مستوى مختلف هو وهنا كمان هي أكاديمية بحس انها شاملة كله يعني رياضة وتربية ونصايح وكله يعني حضرتك بتقول لي انما انت شايفان هي مش كرة قدم بس ده فيها كمان جوانب تربوية وجوانب سلوكي بيعمل لهم محاضرات وحاجات تربوية وحاجات صحية ويقول لهم يتغسلوا ازاي ويعملوا رياضة ازاي بعد التمرين وقبل التمرين وبناء عليه بعد ما اشتركت لكابتن عبد الرحمن اشتركت لكابتن هانا وكابتن لارا ايوه طبعا ولو في حد تانى كده هتشتركوه طبعا اي احمد انا اشتركت لكابتن هانا بس هي كابتن لارا دخلة اتاوة دخلة فوق البيع كده اه وضعي فيها بزائز الكابتن هاني والكابتن المدمعي كلهم مش عطارين لا هو كابتن هاني شخصية محترمة وشخصية محبوبة طبعا من الجميع بنشكري كافران شكرا جزيلا تحب توجيهي كلمة لهانا قبل ما نقفل؟ اهانا حبيبة قلبي اتمنى انها تبقى عشرة طورة كده وزي عبد الرحمن في متوايا هوهم اللي سنة متواهم يبقى احسن واحسن واتمنى انهم بصي الكاميرا تحب تقولي الحاجة لماما قبل ما نقفل يا انا اه شكرا يا ماما لا قولينا جايزتين افطار ايه؟ اه شيتة بيجي بس انا كل اللي هيبارك طوبة رقص وشوت وبتعب الكل حاجة هانا دلوقت ما شاء الله ربنا يبارك يا فاني ربنا يبارك ويخلي ان شاء الله ربنا يخلي شكرا شكرا انت حدرتك يا فاني واعيضا اشكر كابتن هاني جدا يعني ربنا يبارك واحنا كمان بنشكرك وبنشكرك يا فاني وشكرا لحضرك شكرا شكرا معانا تصلاحات تانية يا جماعة طيب كنا بتكلم الكابتن هانا كابتن هانا وبنقول ان انت هل شاركت في بطولات كرة القدم مع اكاديميتك اتوان؟ ايوه اه انا شاركت مرة لكن المرة دي التانية لقيت الفرقة جامتها جدا فمنزلتش يعني انت بتنزلي لما تكون الفرقة القدامك ضعيفة بس صح كده؟ لا يعني بالراحة شوية اتعود عليها واحدة واحدة كده تتعود وتاخدها على اللعبة وخصوصا ان هم ايه متوحشين او غلسين في اللعبة شوية كده صح كده؟ لا انا بتعلم النوم وعنشان اعرف يعني في المرشوط جمب واحدة امضل ان شاء الله ان شاء الله تبقي نجمة وتبقي محمد صلاح بقى بس ايه اللي هو على ايه على فري الاناس كده ماشي يا كابتن؟ ان شاء الله كابتن علي كلمة نوجهها لكابتن هاني نبيل ابي منقفل تقول ايه لكابتن هاني؟ شكرا ان انت بتخلينا نكون نعاب جامد ماشي كابتن عبد الرحمن تقول ايه لكابتن هاني قبل ما نقفل؟ ان هو دايما بيحسنا وبيخلينا نتمرن كويس ودايما بينصحنا كابتن هانا تقول ايه لكابتن هاني؟ ان انا بحب تدريبه جدا وهو ما شاء الله عليك بيدرب كويس وانا بحبه جدا واحنا كمان بنحبك يا هانا وبنحب الارا كمان وان شاء الله لما تبقوا نجوم كبار كده بقى اللقاء ده انا هخليه عندي في المكتبة ولما تبقوا نجوم كبار هبقى اوره لكم كده ماشي؟ ماشي عزيزي المشاهدين انتهت حلقتنا النهاردة وبنشكركم شكرا جزيلا وبنعتذر مرة اخرى عن التأخير ومرة تانية بنقول لكم كل سنة وانتوا طيبين ومصر والامة الاسلامية والامة العربية كلها بخير نشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 معرض عباد الرحمن إدارة الحج خالد أحمد عبد الله وشهرته خالد نور الدين العنوات محافظة الجيزة مركز البدرشين قرية الشمبان بجوار مسجد سجر الإسلام تليفون 011-54-35-52-11 ورقم 010-20-43-75-26 يلا بسرعة مسنينك